نسا مكملين معاكم فاكرات نهارك فعيد وزي ما قلنا في البداية معنا فاكرة خاصة جدا عن الشاعر اللبناني جبران خليل جبران النهاردة او الايام دي ذكرى ميلاده المية تسعة وعشرين هنتكلم عن حياته هنتكلم عن العوامل اللي اثرت في شخصيته هنتكلم كمان عن اهم اعماله مع دكتور حسين حمودة النقد الادبي واستاذ النقد الادبي بكلية اداة بجامعة القاهرة سواع الخير نهارك فعيد نهارك فعيد طبعا انا عايزة ابتدي من الاول اللي ما يعرفش يعني احاجات كتير معلومات كتير عن جبران خليل جبران يعني ادينا كده كم معلومة عن حياته الحقيقة يعني تجربته في الحياة تجربة يعني غريبة وصعبة وحافلة ومليانة بتغيرات كتير جدا هو اتولت في واحد الف تنوية تلاتة وتمانين في لبنان واصرته مرت بظروف صعبة جدا وابوت سجن لانه تهم باختلاص يعني او حاجة زي كده وبعد كده امه هجرت للولايات المتحدة الامريكية وهو كان معاها وكان ليه اخت معاها يعني وعاشوا ظروف صعبة جدا في الولايات المتحدة وبدأ يتعلم لغة انجليزية وفي نفس الوقت التحق بمدرسة لتعليم الفنون كان غاوي فن من البداية المدرس اكتشف انه هو عنده الموهبة دي فبدأ ياخد منه بعض الرسوم اللي هو راسمها ويحطها اغرفها للكتب يعني رجع بيروت وبعد كده رجع تاني مرة تانية للولايات المتحدة الامريكية وكانت الظروف الصعبة دي بدي حتى من ان فيه مرض سل كده كأنه مورس للأسرة يعني وماتت امه بالسرطان وماتت اخته بالسل فبقى عنده تكوين يعني شبه لا زروف صعبة جدا اه زروف صعبة جدا لكن الظروف الصعبة دي ارتبطت عنده بفكرة الالم اللي بيقود الانسان عبر التجربة يعني الاكتشاف الدنيا بشكل مختلف اه حياته في الولايات المتحدة الامريكية فتحت له مجال واسع جدا ليه للاطلاع على الادب الغربي بشكل عام وعلى الحركة الرومانتيكية اللي كانت يعني قائمة ومزدهرة تقريبا في الفترة دي واخد نفس المواقف اللي اخدوها شعراء كبار زي والت ويتمان مثلا او بعض الرومانتيكيين قبل كده انه يشوف ان الانسان اصبح مغترب في الدنيا دي بيحلم بعالم يعني افضل واكمل واكثر نوبلا بيحلم بالعودة مرة تانية للطبيعة كانت فكرة الثورة الصناعية والمدن اللي ارتبطت بيها عملت فاصل بين الانسان وبين الطبيعة ففصلته فصلت الانسان في تصور الرومانتيكيين وفي تصور جبران يعني بعد كده زي ما ظهر في شعره فصلته عن الطبيعة الام اللي مش مفروض ان هو ينفصل عنها ففضل يحن للطبيعة وترديدات الطبيعة في شعره ترديدات واسعة جدا كتب عدد من الدووين باللغة العربية دووين ونصوص خواطر والاخر يعني وبعد كده بدأ يكتب بالانجليزية يعني ليه اعمال كبرى في الحديقة شان كده نيل الشهر عالمية في الاخر طب انا عايزة اصلا لحرك حاجة يعني هلك قلت ان هو درس الفنون طب جبران خليه جبران رسام ونحات وفيلسوف وعالم روحنيات وشاعر هو درس ايه؟ هو درس تراث الانساني زي ما شاف الجوانب المهمة فيه لكن في الحقيقة هي موهبته كانت اكبر من اي دراسة حتى لو كان هو متخصص في دراسة فرع معين في الفنون او في الشاعر او في الاخر وفي الادب يعني مش هيكون كافي بالنسبة له فهو يعني كان مهتم بالمعرفة بشكل عام يعني لكن اللي كونه هو تجربته الحقيقة يعني يعني تجربته الكبيرة الوسعة خلته احد الرائين الكبار في الادب في تاريخ الادب اللي شايفين يعني ماضي الانسانية وشايفين مستقبل الانسانية في الوقت نفسه ايه هم عميره يا دكتور؟ ليه عدد كبير جدا من الاعمال يعني فيه الارواح المتمردة وفكرة التمرد دي فكرة اساسية كبيرة عنده وفيه الاجنحة المتكسرة وفيه العواصف وعرائش المروق دي كلها حاجات باللغة العربية لكن بعد كده ليه كتابه الشهير اللي هو The Prophet اللي هو النبي وفيه رمل وزبد يعني دي نصوص وغيرها يعني حديقة النبي دي نصوص كتابها بالانجليزية بعد كده طب وحداك ناقد يعني ما بتيجي تقرى الجبران خليل جبران اكتر الاشياء اللي بتتميزه حسه الانساني العالي جدا الاحساس بيه المشاركة والرغبة فيه التحاور مع الاخرين وفيه عنده الحاح يعني زي ما ممكن نبقى نشوف نمازج من شعر وبعد كده فيه الحاح على فكرة الانصاط يعني فكرة اساسية جدا يعني انه هو بيلح على ان الانسان ممكن يتواصل مش من خلال اللي هو بيقوله من خلال اللي هو بيسمعه يستمع لما نحاوله بالضبط يعني ففيه نبل الحقيقة في تجربته وفيه رغبة فيه يعني نافي الاغتراب اللي بين البشر بحيث ان هم يتواصلوا بشكل عميق وبشكل حقيقي يعني طب لو يعني شفنا نموذج من من شعر خالي كوبران فمن قصيدة ايه له؟ هو فيه اصايد كتير ما كانتش بتتسمى لكن مثلا يعني فيه كلامه من كلامه عن الحب رأيته ورآني فأولع القلباني كأن سحرا عراني أجاب لحظي لما باللحظ منه دعاني وكاد يكب فؤادي من شدة الخفقاني وذقته ما لم أذقه من لذة النيراني تجربة الحب هنا في الأبيات البسيطة والواضحة جدا دي يعني هي قيمة على فكرة الرؤية اللي بتخلق نوع من التواصل هي فكرة طبعا نطروحة في تراث متعدد حتى في ألف ليلة وليلة في النصوص نلاقي كتير كده نظرة إليها لما حد بشوف واحدة جميلة جدا يعني فيقولوا نظرة إليها نظرة أعقبها ألف حصرة يعني حاجة بالمعنى نظرة إليها نظرة أعقبها ألف حصر ففكرة الرؤية اللي بتقود ليه الحب اللي بتقود ليه الانصهار يعني بعد كده والتحول من خلال الحب نفسه طبعا ممكن يبقى فيه جزر صوفي في الأبيات وهو في شعره فيه يعني أبعاد صوفية متعددة نعتقد شايفين التمثال جبران خليل جبران في البرازيل ده أه طب خلينا نركع تاني يقول إن شعر زي وأعتقد المفروض إن هو بينتمي لمدرسة شعر المهجر أيوة إيه مدرسة شعر المهجر وهل هي كلمة المهجر دي عشان هما يعني بعاد عن موطنهم الأصلي ولا ليها معنى آخر هي التسمية طبعا جات من إنه فيه عدد كبير من الشعراء الشوام بشكل خاص هاجروا ليه لولايات المتحدة يعني أمريكا الشمالية والأمريكا الجنوبية وأسسوا يعني رابطتين هناك يعني رابطتين أدبيتين وكتبوا نماذج من شعرهم باللغة العربية وفضلوا موصولين طول الوقت بيه أوطنهم الأولى يعني حتى جبران ليه أصايد كتير جدا عن لبنان وهو هناك وفيه نوع من الحنين فكرة الحنين للموطن الأول ده أو اللي بيقولوا عليها النستالجيا الرغبة في العودة للعالم الأول القديم فهما يعني التسمية جات من أنه هما هاجروا وأغلبهم كتب باللغة العربية وبعضهم كتب باللغة الإنجليزية زي ما قلنا بالنسبة للجبران الظاهرة دي موجودة لغاية دلوقتي يعني فيه شعراء وكتاب وكاتبات مبدعات عربيات وعرب يعني يعيشين في أماكن مختلفة من العالم لكن بصيغة ما لهاش علاقة بالتجربة اللي ارتبطت بالشعراء الرومانتكيين اللي هاجروا للأمريكاتيين يعني جبران خليج جبران توفى في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1931 لكن طلب إن يتم دفنه في صومعته في لبنان اللي هي دلوقتي متحف جبران خليج جبران من الكلام اللي هو قال عايز يعني يتكتب على قبره أنا حي مثلك وأنا واقف الآن إلى جانبك فهمت عينايك والتفت تراني أمامك يقصد إيه بالجملة دي؟ عبارة غريبة جدا لكن فيها بعد ممكن يكون مرتبط بفكرة إنه هو حتى رغم اختفاءه المادي رغم رحيله ورغم غابه المادي لكن هو موجود كروح وموجود ككيان وفيها معنى التواصل اللي فضل يلح عليه جبران التواصل بين الأنا والآخرين طول الوقت وهو كان شروطه للتواصل شروط روحية أكتر منها مادية يعني حتى فيه كلام كتير عن تجربته تجربة حبه مع مي زيادة رغم أن هم تقريبا ملتقوش يعني هو كان حب بالرسائل يعني فالفكرة دي كانت مطروحة وكان من ضمن الرسائل اللي هي نشرت الرسائل اللي كتبها ليها يعني بعد كده أنه هو يعني محتاج لصوتها وهي بتقوله بتقوله عبارة لست وحدك لست وحدك فهي ربما يعني هي ترديدات لفكرة التواصل الدائم أيا كانت صيغة التواصل ده مش لازم يبقى تواصل مادي أو مباشر اختفى بتواصل روحاني طب لو سمعنا يعني بعض النصوص الأخرى لجبران خلي جبران نسمعي هو فيه من النصوص الشهيرة النص اللي هو كان مقرر في وقت من الأوقات على المدارس السنوية اللي هو كانوا بيحطي له عنوان كده البلاد المحجوبة وهي فيها فكرة المدينة الفاضلة أو اللي بولو عليها اليوتوبيا العالم اللي هو خارج العالم العالم اللي هو الخالي من الشرور ومن الأحقاد وإلى آخره يعني وإلي فيه يعني إيمان بالحق وبالخير وبالجمال فكرة المدينة الفاضلة دي يعني بشكل عام اللي يقول عليها البرادايز لوسط متكررة كتير جدا عند عدد كبير من الكتاب من كامبانيلا اليوتوبيا بالضبط يعني فرانسيس بيكون وكامبانيلا وإلى آخره اللي هو بيبدأها هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق وبيبدأ يرصد التفاصيل الخاصة بالبلاد دي اللي ما فيهاش برضو صيغة التواصل دي ما فيهاش أصدقاء يعني إلى آخره ويبدأ يتكلم عن المدينة اللي هو بيحلم بها دي ويعني من ضمن حاجة هي بلاد الفكر ومهد اللي يعني بيحبوا الخير والحق والجمال يعني إلى آخره الصيغة اللي بيطرحها مختلفة عن الأطروحات القديمة لفكرة المدينة الفاضلة هي أن المدينة الفاضلة دي ملهاش وجود لا في البر ولا في البحر ولا على الأرض ولا في أي زمن فات ولا في أي زمن جاي ولكن وجودها الحقيقي هو في النفس الإنسانية نفسها يعني في الآخر بيقول لست في الجوي بيكلم المدينة الفاضلة دي لست في الجوي ولا تحت البحار لست في الشرق ولا الغربي ولا في جنوب الأرض أو نحو الشمال لست في الجوي ولا تحت البحار لست في السهل ولا الوعر الحريج أنت في الأرواح أنوار ونار أنت في صدري فؤاد يختلج يعني ده طرح تاني مختلف للفكرة دي بيخليها أشبه بطاقة داخلية يعني جوه البشر ولو كانت موجودة بالمعنى ده فهيكون بالتالي ليها وجود في الحياة نفس الحياة أسلوبه يا دكتور سهلي يعني إحنا سمعنا مثلا فيروس بتغني أعطني الناي ومش ده يعني مطربين عموما بيخافوا يغنوا قصائد مش مفهومة أو فيها بعض الصعوبة فهل أسلوبه عموما في الشعر سهل؟ مش كل شعره الحقيقة يعني النموذج ده مش سهل يعني فيه الوعر الحريج وحاجات يعني صعبة كده لكن الأبيات اللي غنتها فيروس من أعطني الناي اختارت فيها مقاطع هي مجرد مقاطع من قصيدة طويلة جدا اختارت مقاطع أقرب للسهولة يعني لكن القصيدة حتى نفسها هي أعطني الناي دي فيها مقاطع كتير جدا بقى غير اللي هي غنتها يعني فيها صعوبة طب مين أكتر الشعراء اللي عليك بتشوف أنهم متأثرين بأسلوب جبران حليل جبران؟ أفتكر إنه ما نقدرش نقول إنه فيه سلالة يعني خاصة به تجربة جبران لكن فيه معالم فيه معالم ليه ملامحه الفنية يعني ولرؤيته للدنيا فضلت ماشية معها لشعراء الرومانتكيين بعد كده بشكل عام يعني أقول تأثروا بفكره أكتر؟ هو كل الرومانتكيين بينهلوا من نبع واحد تقريبا وبالتالي فيه قاسم مشترك يعني ما بينه فأغلب الشعراء الرومانتكيين العرب اللي جنب بعدي أفتكر إنه محدش منهم ما استفدش من تجربته بشكل أو بآخر يعني جزء من ده الشعراء اللي ارتبطوا بما سمي بجامعة أبولو مثلاً حيبقى فيه إبراهيم ناجي وصالح الشرنوبي حيبقى فيه أسام كتير جداً والغاية فاروق جوي داء والغاية يعني بعض الشعراء مش بس في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام اللي فضلوا يعني في تجربتهم محافظين على الرغبة في التواصل مرة تانية مع الآخرين والتواصل مرة تانية مع الطبيعة وعلى المستوى العالمي على المستوى العالمي أفتكر إن التأثير بيه كشاعر ما كانش تأثير كبير لكن الانتشار الأكبر لكتابات جبران هو كان انتشار كتاباته النسرية وبعضها ارتبط ببعض الأصائد اللي فيه وبعض الصياغات اللي في كتابه النبي يعني هو ترجم لعدد كبير جداً من اللغات يعني دكتور حسين حمود النقد الأدبي أستاذ النقد الأدبي بكلية أداية في جامعة الكهرة أشكر حديك جداً نهرتنا شكراً 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 مشاهدين استان معينا لسه معينا فكاروك كثير في نهارك سعيد